صدور تقرير من المفوضية الأوروبية يشير إلى أن تركيا لم تطبق بعد كل الشروط التي تسمح لرعاياها بالدخول إلى منطقة شنغن دون تأشيرات دخول قال المفوض الأوروبي لشؤون اللجوء والهجرة ديمتريس أفراموبلوس على تركيا أن تستوفي كل الشروط الباقية من خارطة طريق الاتفاق كي نتمكن من أعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي يتم ببطء شديد بحسب المفوض الأوروبي الذي لام دول الاتحاد على البطء في عمليات استقبال اللاجئين فقط 7272 لاجئ تم توزيعهم حتى الآن من أصل 22504 لاجئين غالبيتهم من لبنان والأردن وتركيا منذ التاسع عشر من أذار مارس الحالي وحتى اليوم حوالي 500 لاجئ فقط تم ترحيلهم بحرا من اليونان إلى تركيا حسنًا موسيقى شكرا